موسيقى سهلا الخير أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية والجزء الثاني من برنات الفكر صح اللي تكلمنا فيها الحلقة اللي فاتت عن عقوق الأباء للأبناء النهاردة هيسعدني ويشرفني يكون معنا فضيلة الشيخ يحيى الشافعي بدير يحيى الشافعي بدير فضيلة الشيخ أهلا بك يا فضيلة الشيخ أهلا بحضرتك فضيلة الشيخ يحيى إمام وخطيب تابع لوزارة الأوقاف دعاية إسلامي للقانوات الفضائية أول من خطبه بمسجد الفتاح العليم نورتنا يا فضيلة الشيخ صدر حلقتنا النهاردة إن شاء الله بتبتدي أو فيها الجزء الثاني من عقوق الأباء للأبناء اتفضل تعقيب على عنوان الحلقة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن نخوض في هذا العنوان لابد أن نعلم لماذا الله عز وجل أوصى ببر الوالدين الحق تبارك وتعالى قال مخاطبا في خمس مواضع في القرآن الكريم أن الله عز وجل والناس أجمعين لابد وأن يوحدوا الله عز وجل وأن يتخذوا وأن لا يتخذوا من دونه أندادا وبالوالدين إحسانا انظر أخي الكريم سبحان الملك الله عز وجل يقول وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَوْلِ الْبَقَرَةِ وَيَأْتِي سُبْحَانَ الْمَلِكُ يَقُولْ إِحْسَانًا وَلَمْ يَكُنْ حُسْنًا إِلَّا وَاحِدًا 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 يقول حسن فما الفرق بين إحسان وما الفرق بين حسن الفرق بين الإحسان أن الله عز وجل جعله أعظم عبادة في الشريعة الإسلامية كلها حيث النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان كله وقمة الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه ورا وهذا هو الإحسان فعندما يأمرك رب الجنان سبحانه وتعالى أن تعبده سبحانه وتعالى وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتحسن إلى أبويك لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلقك فصورك في أحسن صورك سبحان الله فلا بد لك أن تزجد له خمس مرات في اليوم والليلة فأتى الله عز وجل بالإحسان بالوالدين خمس مواضع في القرآن كأن الله عز وجل يقول للحبيب العدنان يا محمد صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء المؤمنين المصطفين الأخيار الذين يحبهم الله عز وجل وصفهم بالإيمان وصفة الإيمان يا هؤلاء الذين اتصفوا بالإيمان ووحدوا الله عز وجل وطمعا في الجنان أن يدعوا لآبائهم ليل نهار في كل وقت يصل فيه الفجر يدعوا لآبائهم يصل الظهر يدعوا لآبائهم وهذا هو كمة الإحسان لأنهم هم الذين أطعموه وهم الذين سكوك وهم الذين ربوه وهم الذين كسوك هنا لابد أن تجعل لنفسك معهم حب وود فلذلك يا أخت أسماء ربنا يبارك فيك ويجزيك فيك على هذا العنوان الطيب على هذا العنوان الطيب والله ينقصنا كمجتمع مصري لابد وأن ننتبه لهذا العنوان الرباني ألا وهو ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا الله يفتح عليك الله إحسانا تفضل إحنا بني حضرتك يعني ده قلت بنوصي بالوالدين أحسان نعم إحنا عايزين النهاردة نناقش المنظور الديني بعقوق الأباء لأبنائهم نعم ذكرى في الأحاديث النبوية أو في الآيات الكرآنية ما يحس الأباء على بر أبنائهم نعم الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم الله طيب سبحان الملك سيدنا عمر بن الخطاب لما جاء له رجل وقال له ابني ضرباني يا أمير المؤمنين ضرباني فنظر إليه سيدنا عمر وقال له ضربك قال نعم والله قال أعلمته القرآن قال لا قال أعلمته علما ينتفع به قال لا قال ماذا كان يعمل قال جعلته مزارعا يزرع ولكنه لم يتعلم شيء قط فقال له اذهب فإنه يضربك حتى تموت لما بيقول له قال إنك لن تعلمه حب الله وحب الأبوي لأن الله عز وجل قال وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا هنا الإحسان يا أخت الفاضلة هنا الإحسان عندما يعقوا الرجل ابنه أو بنته في تقصيره معهم يقصر يقصر في إيه يقصر في تعليمهم يقصر في رعايتهم إذن دي بداية البر بالأبناء البر بالأبناء لا البر البر بالأبناء مجمولة ومجموعة شاملة لا ينقصها إلا الرعاية لا ينقصها إلا الرعاية الرعاية يعني إيه أنا أرعى ابني ليل ونهار تحت عيني أنا تحت ابني تحت عيني ما سبهوش للنت ما سبهوش لحاله لأن الشيطان ينزغ بينكم الله عز وجل قال وإن الله عز وجل قال أيضا إن شيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فعندما يكون الطفل أو الشاب خداك فكره ضيق لا يعلم شيء من القرآن ولا يعلم شيء من العلم خداك ولا يعلم الحب الحب اللي هو إيه الحب الذي يطغى على حب الله ورسوله حبه فاسد وده واجب الآباء نحية أبنائهم نعم إنه هو الرعاية الكاملة الرعاية الكاملة للأبناء للآباء للأبناء والأبناء عندما يرون عندما يرون كمة الرعاية من آبائهم خداك هذه خطوة أو خطوة للبر باب يصل بها إلى البر ولذلك عايز أقول لحضرتك أو أستاذنا أو أستاذ ستنا إن ربنا عز وجل جعل الموضوع دين جعل الموضوع دين كما تدين تدين النبي صلى الله عليه وسلم الحبيل العدنان أخبر بذلك وقال كما تدين تدين يا سبحان الله انظر أخي الكريم أيها المستمع أيها المشاهد أختنا أسماء ربنا بارك فيها هي عايزة توصل رسالة للعالم أجمع أن هؤلاء الأبناء لابد وأن رعاهم رعاية كاملة ليس أما أكلا وشربا أو مطعما هو مكسا مكسا لا والله لابد وأن نغذيهم بالزكاء أو الفكر السليم نزرع فيهم الحب يا فضلت الشيخ الفكر السليم بماذا الله يفتع ليك نطعمهم ونسكيهم حبا نطعمهم ونسكيهم حبا حتى نقطروا لهم شهدا نأكد أن الرعاية مش مادية نعم الرعاية معنوية وحب وعطاء أكتر ما هي فلوس بيقولك أنا مش مخالي أولادي عايزة حاجة نعم طب أولادك عايز مش عايزين الفلوس الفلوس طبعا عامل مهم في التربية نعم وبتساعد على التربية نعم لكن هل أنت ديتهم حب هل أنت احتويتهم هل أنت كنت معطاء ليهم هل هم حسوا بعطاءك ليهم نعم عايزين يعني نذكر الأباء والأمهات بده عشان يطلع لنا جيل حلو وجيل يعني نقدر نشوف فيه ثمار اللي احنا نتمناها بارك الله فيك يا أستاذنا بس أنا مش عايزين نوقع عابق عاتقي على الأباء فقط ولكن الأبناء الأبناء بيثقون من رحيق مختوم ألا وهو ختام الأباء يعني الأبن هيشوف أبو بيصلي هيصلي البنت بتشوف أمها بتصلي هتصلي البنت بتشوف أمها بتتحجب وخداك وقائمة لشرع الله ومهذبة خداك بتشوف السجاير ما بتعملش حاجات خداك تنافي الشرع الحنيف ليكونوا خدوة حسنة نعم من خدوة حسنة من البر بأولادهم الله يعني أنا أكون بالنسبة له صورة طيبة أحب أشوف نفسي بيها قبل أن نبحث عن عقوق الأبناء للأباء لابد أن نبحث في الأباء الولدين الوالدين اللي تتين يعملوا إيه خداك يعينوا أبناءهم لكي يطيعوهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اسمها الحديث ده خداك في الشعبي أخرج قال النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه اسمها كده بيقول إيه رحم الله والدا رحم الله والدا أعان ولده على بره الله انت عارفة كلمة رحمة يعني الله عز وجل ينزل الرحمات على هذا الأب والأم الله عز وجل ينزل الرحمات على الوالدين بأنهما يعينوا هؤلاء الأبناء على برهم ولذلك ربنا عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم تفضل طيب حضرتك طبعا فتحت لنا مجالات كتير جدا ولو تكلمنا فيها يعني عشر ساعات مش هنقلق بس احنا عايزين النهاردة نركز الضوء على أهم النقط التربوية الدينية لأن احنا شعب عاطفي بطبيعته أنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمت من المنظور النفسي والتربوي نعم بس الحس الدينية عندنا أعلى نعم تعملوا ايه علشان ولادك يبروك نعم باللغة بتاعتنا بقى كده عشان لو فيه أم يعني مش متقنة اللغة العربية يعني باللغة العامية بتاعتنا نبسطتها لمشاهدينا الله يجزيك خير هو الحوار لابد ان يكون بمثل هذا الحوار اللي حددك بتتحدث به وجزاك الله خير عشان الأمر يبقى مفهوم ولكن أنا عايز أوصي حاجة جميلة جدا وسببها السبب وسبب مشكلتنا قزمة أخلاق قزمة أخلاق في المجتمع وهو قزمة الأخلاق يا فضلت الشيخ من أساس التربية ده اللي احنا عايزين نتكلم نعم نعم قزمة أخلاق تأتي من إمتى يعني هل وجد الولد ده قبل ما يكون فيه زوجين هل كان وجد الولد لا والله لابده وأن يكون زوج وزوجة تزوجوا ونشأوا هذه الأسرة وخرجت المجتمع هذه الأسرة إن لم تكن إن لم تكن يكسوها القدوة إن فيه قدوة هيقتدوا بيها ألو هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا قال لنا إيه صوموا تصحوا وصلوا كما رأيتمون أصلي حجوا كما إيه كنت أحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده ودلنا كده وهو الذي شرع في الأرض خدك وقال لنا خدك ندخل الحمام إزاي ونصح الصبح نقول إيه كل منه كل النهج ذلك النهج لو مطبق في كل بيت من بيوتنا الشيطان ينطرد نقتضي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو اقتضينا بيه حياتنا كلها الله نرعي ولكن إحنا هنلتفت ونقول إيه طب إحنا دلوقتي بنبص كدوتك مين يا بنتي تقول أنا ببص الفنانة الفنانية خداك لا نعيب في أحد ولكن والله لو تمثلنا وقلنا مثلا سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن أبي طالب تزوج من سيدنا علي ابن أبي طالب تزوج من سيدة فاطمة بنت سيدنا بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما نشب بينهما مشكلة ها خلي بالك من الحتة دي لأن الحتة دي خطيرة خدك نشب بينهما مشكلة ماذا فعل سيدنا علي بن أبي طالب ذهب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد رسول الله وطرك المنزل ولم يوبخ ولم يشتم ولم يقبح ولم يفعل أي شيء ولكن ذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام فكان يوجد صحابين اسمه إنسان فجاء للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعند الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال له اذهب وتحسس على علي لأ أي موجود في سيدنا في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل أخي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو سيد الخلق أجمعين ذهب لسيدنا علي بن أبي طالب وقال له قم يا ابن طراب ونفذ عليه الطراب وأخذه إلى زوجته السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ولم يحدث بنته بما حدث وماذا قال وماذا قال حلها بابتسامة جميلة أيها الناس إنه بيت النبوة لابد أن نقتبس منه فلابد أن نقتبس منه الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم فلا تعيب على أب ولا تعيب على أم تعلم أبنائها الفضائم والأخلاق الحميد سيدنا محمد برضو قال واسد فيكم لأتمي ما كرم الأخلاق والنبي صلى الله عليه وسلم يجبكم الله خيرا نبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنكم أخلاقا هو لا يكون لأسكن ما يضع في الميزان المرء نعم إنه لا يكون جريس النبي صلى الله عليه وسلم خدك عند الرب العلي فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حسى الأبناء أن تبروا أبنائكم تبروكم إيه أبنائكم وبروا أبنائكم تبروكم إيه تبروكم إيه أبنائكم العملية متوازنة العملية متوازنة يا أخت الفاضلة الإمام الشافعي بيقولوله أخذلك إمام هل يجوز أن يرفع أحد صوته على أباه وأمه إحنا مش سنقول نحبك عشان الناس تفهمها هل يجوز قال له لا يجوز ولابد وإن رأى حزاء أباه أمام البيت لابد أن يحمله فوق رأسه برك الله فيك بس أنت كده دلوقتي هتخلي كل الناس تمسك في النقطة دي تقول لك بص فاضلت الشيخ قال إيه إيه وعا تلبس الجزمة من غير ما تستأذن عزك الله نعم إحنا بنسلط الدوق على الأباء وحق الأبناء عليهم حق الأبناء حق الأبناء على الأباء وإيه الفرق ما بين البر والطاعة نعم نازن طبعا برك الله فيك ياريك نسلط الدوق كده يعني بسلاسة كده عشان نستدى المشاهدين الطريقة هنا الله يبارك في عمرك يا رب هنا مع البر جاء الله عز وجل بإحسانة جاء مع البر بإحسانة البر يأتيه إحسان إحسان يعني إيه أخت الفاضلة تفضل أيها المشاهدون كلنا يعلم ونحن صغار من الذي كان يحفضنا يحفضنا يعني من الذي كان يرعانا يحفضنا يعني الحفاضة من الذي كان يدخلك الحمام من الذي كان يغيرك بعد قضاء حكتك وانت طفل من الذي كان يطعمك وأنت طريح الفراش طفل الأم والأبوين يا محمد سبحان الملك أمك ثم أمك ثم أمك الله هنا بقى هنا ربنا عز وجل قالك إحسانة إحسانة بقى إزاي لأن حضرتك يا خداك هي اللي عملت برك وعملت طيعك وعملت قدملك وتأكلك وتشربك وأبوك عمال يجيب لك ويسوي لك خداك عشان يراضيك ويجعلك نافع للمجتمع وخداك وعندما تبقى مهندس ولا تبقى ظابط ولا تبقى إيه خلاص أنت بقيت خدلك حاجة كويسة جدا في المجتمع تفتيري على أبوك أمك وتفضل زوجتك عليها اسمع كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه خداك ملعون الحديث صحيح ملعون من فضل زوجته على أمه ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا صرفا ولا عدلا يعني إيه يعني الفرائد كلها لو أنت بتصلي ليه ونهار خداك وبتصوم فرائد خداك متطوع الله عز وجل لا يقبل من كذلك ولذلك العملية متوازنة يا أستاذ أسماء خداك عملية متوازنة بين الاثنين بين الطرفين فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى خداك وصى الأبناء بالإيه بالأباء بالأباء وربنا عز وجل وصى الأباء بالأبناء يوصيكم الله في أولادكم صورة إيه يا فضلت الشيخ صورة النساء صورة النساء الله خداك صورة النساء اسمع كده طبعا لما تيجي بقى ربنا عز وجل يروح على الإحسان عشان بس تخلص الحتة تفضل الإحسان هنا أستاذ الفاضلة الإحسان إزاي كانت بتحسن إليك ومش محتاجة منك حاجة كانت تعطيك وكان بيديك أبوه صاحب فضل لأنهم هم أصحاب الفضل بعد الله في الأرض وإذاك ربنا عز وجل جعل إيه وأنا نزل بنقول لماذا بر الوالدين ولماذا الطاعة لماذا البر ولماذا الطاعة عايزين نعرف بقى إيه الفرق بين البر وبين الطاعة البر أنا لسا بنتكلم في البر البر إن ربنا عز وجل إن حضرتك يوصلك إن أنت تفتكر لما كنت صغير كده كانت بتطعامك إزاي وكانت بتسرامك إزاي وكانت تكون نفسها تنام وعملة تقولك لا أنا ده إبني وتفضلك إنت عليها عطاق بلا حدود الأمة عطاق بلا حدود لما ييجي واحد كده ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع كده بقى الحديث الجميل ده نسمع من قبلتك يقول له يا رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيتني أمي كبرت من السن بقى أرأيتني راعيتها وإني لأحملها فوق رأس أخدك بأحملها فوق ظهر كده وتقضي حاجتها بين يدي وأغسلها وأوضيها حتى تصلي أرأيتني قد وفيتني حقها الله هنا بقى البر هو هو بيقول لي أخدك أنا أبرتها كده يا رسول الله قال كواحدة تعرف يعني إيه كواحدة تساوي طلقة واحدة من الإيه من ولادتك يا مهرب أيوة طبعا الله أكبر تساوي واحدة بس طبعا هي كم طلقة سيدنا محمد ما أوصاش بها من فراغ يعني أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك عشان ما ننساش الأب برضو ليه دور كبير طبعا البر خداك ده أشك من البر ما يساوي الأباء والأمهات بالعصر أخدك النبوي صلى الله عليه وسلم ولكن العصور كلها متفوتة لكن إحنا هنا إحنا يسا بنتحدث بنقول إيه إحنا في العصر بتاعنا هنا فدلك متى يكون الطاعة واجبة للأبوين الطاعة واجبة للأبوين فيما شرعه الله فيما شرعه إيه الله الله عز وجل بيؤمرني أنا وأمر أهلك بالصلاة وأصطبر عليه الله عز وجل يقول ذلك أنا بأمر أولادي بقول لهم صليته خداك آه يا باب طب أنا حسنهم بيقولوا الحقيقة بيكذبوا يعني لا يجب علي أن أنا أنهارهم حتى يطيعوني لأن أنا بأمرهم بما إيه بما أمر الله به في الطاعة دي بقى خداك لو خالفوني أنا يبقى هم آثمون والله عز وجل ينزل عليهم الغضب خداك ديه طاعة خداك لكن في معصية كبيرة جد أنا مثلا بقى بنتي خداك أنا عايزها تروح تجيب لي عريس من بر خداك أنا بقول لها إيه عايزك بقى تزبطي كده وتعملي خداك وتلبسي المحزة والزبط شوية تعالى ويني نفسك كده ويني نفسك كده الله ينرور عليك يا أستاذا خداك هذا لا يجوز هذا لا يجوز إطلاقا وإن طاعت بأمرها بمعصية هو كم نعم وإن أطاعت هذه خداك ذات أو تلك خداك فإنهما فإنهما آثمين في حق الله عز وجل خداك لأن الله عز وجل لعنة المتبرجة التي تتبرج خداك والتي تتزين خداك لمن لغير الزوجها هذه طاعة غير مرغوبة تماما لأنها ليست في محليها الله يفتح عليك فضل طيب الأب لا مش الأب بقى عشان إحنا دايما بنركز على بر الأباء الأب والأم اللي أولادهم عاقين بيهم اللي أولادهم عاقين بيهم يكسبوا برهم إزاي بقى يعني أنا ابني مش بيوديني هو أكيد ده ليه مرجوع من بداية التربية أنك أنتوا ما زرعتوش في الحب ما زرعتوش في الاحتواء ما زرعتوش في الدين والقيم والأخلاق اللي هي تساعدوا على بركم حتى لو أنتوا كنتوا عاقين بيهم يعملوا معا إيه لا أكثر شيء وصى به النبي صلى الله عليه وسلم درجة أن في أمهات بتبكي أن يكون ابنها بيعدي من تحت البيت ما يسلمش عليها أب يبكي أن هم مش بيشوفوه أصلا نعم دول يعملوا إيه مع أولادهم من أين أتى هذا الجفاء من أين أيوة هي دي اللي إحنا عايزين نركز عليها برضو يعني انتقطب على قلوبهم كده أعلنها من هذه الشاشة المباركة الشاشة الصحة والجمال برنامج فكر صح وأعلنها للعالم أجمع أن هذا كله من الذنوب عندما يتجرأ المرء على حقوق الله الله عز وجل يصلط عليه من هو من أهله لكي يكسر نفسه ينهر أبيض للدرجة دي آه وإن أخدك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن عليها أفضل الصلاة والسلام أكمل حضرتك أنا مش هانسى السؤال فضل آه وده الحديث نبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اختلفا اثنين ما اختلفا اثنين إلا بذنب اقترفاهما أحدهما في حق الله يعني إيه الاختلاب بيأتي من إين يا أستاذ يا أسماء من إين الاختلاب بيأتي من القلب يا أستاذتنا القلب ده يملكه من الله القلب ده ما سمي قلبا إلا لكثرة تقلبه لأنه بين أسبوعين بين الرحمن سبحانه وتعالى فعندما أخدك وليسيك ربنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم سخر لي كلوب عبادك يقضو لي بأملك كل المطالب ومن علي بجودك وكرمك أكرم الأكرمين أسبوعين اللهم أصلح فساد قلبي تخيلي النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي صلى الله عليه وسلم له فساد في القلب لا والله ولكن إحنا مشكلتنا إحنا بنبارز ربنا ليل ونهار بالمعاصر وإذا خلونا بنفسنا كده يوما نبارز الله عز وجل برحتنا قال الله عز وجل أنعم علينا بحاجات كتير جدا زكية خدلك أبحارب ربنا أدخل على خدلك حاجات إباحية أسب الدين خدلك أتجرع على الله كل ده ذنوب فالله عز وجل يصلت علي بذنبي خدلك من هو مني يعني ممكن يكون عقوق أبناءهم ليهم هو ذنب حصاد يا أستاذة حصاد حضرتك بتحصدي وبتزرعي بتزرعي عشان تحصدي بتزرعي إيه بقى تزرعي الأخلاق الأخلاق اللي هي اللي هي مكارم الأخلاق كلها إيه هي خدلك الأدب وزيك النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله عز وجل الجنة لمن يا رسول الله قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن ألان الكلام يعني فيه رواية الإمام التلميزي من طيب الكلام الله طيب الكلام أنا لما أجي أقول له يا ابني يا ابني خدلك أو يا أبي خدلك ما أقول لهش يا ابني أنت حج ما جرحوش بالألفاظ الله يفتع ليكي خدك يا أستاذة ما جرحوش بالألفاظ الله يفتع ليكي حتى لو كانت فيه آه ولو حتى كان فيه بل بالعكس أنا أزرع ستكف نفسه نعم نعم خدك أمي التي هي أنجبتني وراعتني وأطاعتني وجعلت صدرها ليه خدك طعام من كتر ما يكون قلبهم واجعهم بقى ممكن يدعو على أولادهم آه هنا هنا نقول لهم إيه بقى اللي هو يعني الدعاء ده ممكن يزعل الأولاد أصلا يعني أنا عشان بس أخداك يعني حقيقي ربنا بارك فيك سؤال جميل بس هي القصة كلها إن زعل الأب والأم أو حزنهم على هؤلاء الذين لا يستجيبون من الأولاد الطاعة أنا دلوقتي بتكلم مع مين مع أولادي عايز لهم الصلاح الأم بتجي تكلم مع بنتها وتقول لها الأم الصالحة مش الأم اللي هي خدك اللي هي حاجة تانية خدك اللي هي حاجة تانية إيه إن هي بيدع تماما عن الله ورسول إخدار أحدك آه ألزان فجر أخداك يأذن مش تشغلها دماغها آه ضهر ما فيش مشكلة عادي خالص النقطة دي فاضلة الشيخ برضو من أول بر الأب بولاده اختيار الزوجة الصالحة نعم هو القصة والعكس طبعا إن هي تختار الزوج صالح نفاذة يا أختي أي متى تكون الطاعة نافذة نافذة مشريقة الطاعة يا أختي الفاضلة الله يبارك فيكي أخداك الطاعة لابد أن يكون لها مغزة إزاي أنا أخست زوجة صالحة بتردي الله عز وجل فيا كزوج عندما أقول لها أخداك أوصيكي في الأولاد أنا ماشي رايح عملي خلاص وأنا سايبت مع الأولاد أمان معاك أخداك معاكي أخداك معاها بقى أخداك وتقول يا بيتها تيلي بقى الحاجات نشوفها كده وإيه اللي هلن نجيبه أخداك ونعمل أخداك الحاجات اللي هي تنافي الشراء أنا مش عايزة أتحدث حاجات لا يجوز أن أنا أنطق بها ولكن والله والله الطاعة إذا أردنا أن تكون مثمرة للأبوين لابد أن نطيع أبناءنا ونطيع أبناءنا في ربنا طيب سؤال بقى مهم جدا هل الأم أو الأب اللي بيرموا أولادهم بمعنى الكلمة بعد الإنفصال أو ما بيعترفوش بيهم في بعض الأضايا اللي إحنا بنشوفها هل واجب على أولادهم أن هم يبروم أو يتعوم الله عز وجل قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله عليك ربنا يفتح عليك ومين اللي بيظلم يا أختي الله بيظلم عباده لو الله الظلم كل الظلم من أنفسنا من أنفسنا إحنا ظلمنا أنفسنا عملنا إزاي هذه هدية الله لك أنت بقى رفضتيها وقلت لأ أنا مش عايزاها ورمتها للشارع أنت إن شاء الله هتيجي يوم القيامة كده والله عز وجل يعنلائك كده الأم اللي هي بتقول أنا الجنة تحت رجلية وإنت لازم فيجي متى تكون أم صالحة ما تنتظرش البر منهم لا تنتظر برا من هذه لأنها رمتها أو رمت طفلها وإذا علم أنها أمه فيما بعد أمه يكبر خدك واجب عليه الطاع يعني إن هو يطعها إن احتاجت منه قرش هيديها لكن لا يبرها يطعها مش يبرها لا يبرها أبدا نعم لأنها فراطت في حق الله لم تبر أي فكيف يكونوا البر منه يطعها وإن شاء طعها وإن شاء إيه ولذلك ربنا عز وجل هيين بقى هيكون عليه وزر أنا أرد عليك قبل ما تتفكت جاب حسنة بس يا أستاذة في موضع واحد في القرآن يعني خمسة إحسانا بالمواقية الصلاة خمسة إحسانا عنده بتحسن خداك لنفسك مع ربنا بتشكر ربنا هنشكر لي ولوالديك ربنا عز وجل ما أجبش إلا للتنين دول هنشكر لي ولوالديك هتشكر لربنا إزاي هتصلي وتركع وتسجد كل خمس صلاوات اللي ربنا فرضهم عليه مع كل فرض عشان تشكر أبو ويكل الاتنين تقول رب يغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يا أموكم على اللسان مين سيدنا إبراهيم سيدنا نوح رحيل رب يغفر لي ولوالدي خداك وهنا يستوجب الشكر اللي مين لله والوالدي ولذلك بقى هنا بقى الأم اللي رمت ابنها ده والأب بنفس الموضوع خداك الابن مش بقى ابن طفل شوارع بقى متشرد الله يفتح بقى لا ينفع المجتمع يا أخت أسماء ما ينفعش المجتمع بقى ضار وعالى على المجتمع ده حيث فكيف يكون له البر كيف ما يستنوش ده ما يستنوش ده كيف يكون له البر وكيف يكون لهما البر الأب ده والأم دي كيف ولكن الطاعة واجبة على الابن إنه هو يقدر يساعدهم كأن إيه خداك ربنا عز وجل لا قال إيه كلمة أخيرة يا دكتور فعو جالة لأن الوقت أنا هقولك بقى ونختم ونختم بالآية الجميلة دي ربنا عشان بقى الموضوع كده شمل ربنا عز وجل الآيات الجميلة دي للأبوين والأقربين وكل من هو خداك أنت بتتعامل معه في المجتمع ربنا عز وجل قال إيه ربكم أعلم بما في نفوسكم آه عارف أنت كنت بتبر أبوك و أمك حقيقة ابتغاء مرضات الله ولا نظامك إيه بالضبط ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا لو أنت عقيت بك و أمك ولا حاجة و روح تراجع و توبت إلى الله هيغفر لك اسمع كده و روح ربنا عز وجل معقب ربنا يفتح عليك و روح عليك أستاذتنا الفاضلة آتي ذا الكربة حق الله الكربة مين بقى اللي إحنا لسه بنتحدث عليه ما هي أمك اللي رمتك دي دي قريبتك و أبوك اللي رمك ده قريبك فإنت إيه الله أكر و آتي ذا الكربة حقه و المسكين و بلا السبيل و لا تبذر تبذيرا الله يفتح عليك ما ورتنا و شرفتنا و الحديث معاك صايق و ما ينتهيش إن شاء الله يكون لنا لقاءات تانية لأن الموضوع ده احنا بنتكلم في قضية مجتمع مش أب و أم و ابن في قضية مجتمع اللي هنشوف فيها سمار أولادنا إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر متشاعب بقى في بر الأباء والأبناء و كل ده إن شاء الله شرفتنا و نورتنا و أعزائي المشاهدين أرجو أن أكون وصلت بيكم و معاكم لنقطة مهمة جدا و أكون ضيفة خفيفة عليكم و أكون قدرت أوصل لقلوبكم و كل فحية لكل أم و كل أب و بحيي كل الأمهات و قالهم كل سنة و أنتوا طيبين بمناسبة عيد الأم و كلكم أمهاتنا و أبهاتنا حافظوا على أولادكم لأنها سمرة حافظوا على أولادكم لأن هي دي زرعتكم حافظوا على أولادكم لأن ده اللي إنتوا هتشوفوه بعد كده الزرعة زي ما سأتها زي هتفرع لك سأتها حب هتفرع حب ما سأتهاش خالص هتلاقيها جفة و نشفة و مش هتلاقي فيها أي حاجة ما تستناش أن أنت تقعد تحت شجرة مضلة و أنت أصلا ما سأتهاش و في نهاية حلقتي بشكركم و إلى لقاء في حلقة جديدة إن شاء الله و بحب في اختم حلقتي أشكر صديق العزيز طارق رياض و بهني في زواجه و بقوله ألف مبروك و إن شاء الله تكون في تقدم وسعادة و تحياتي لكم كلكم تصبحوا على خير اشتركوا في القناة